سلاح المقاطعة سلاح قوي جدا جدا وفعال وفتاك في هؤلاء عباد المادة الذين يعاونون أعداء الإسلام على قتل المسلمين المستضعفين وقتل النساء والأطفال في فلسطين فسلاحنا إننا نقاطحهم وهو من الجهاد هتقول لي أنت اللي بتقول كده هقول لك لا الإمام السعدي عليها رحمة الله يقول والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من أركان الجهاد وله النفع الأكبر وهو جهاد سلمي وجهاد حربي يبقى واجب علينا شرعا أن نقاطع كل من يدعم هذا الكيان وكل من يدعم ويساند قتلة المسلمين الموحدين